خلينا نتابع أنا وياك بعض الإرشادات يلي بدنا نعطيهن للمواطنين يلي عم شفونا خلال موجة السقيع يلي نحن عم نعيشها خلال موجة السقيع مشاهدين اللي رح تضرب لبنان لازم ننتبه على بعض الإجراءات يلي يجب تطبيقها حتى نحمي أنفسنا بداية للأشخاص المقيمين بالأماكن المرتفعة عليهم تفادي الخروج إلا بحالة ضرورة إذا اضطروا يظهروا عليهم أنه يتأكدوا أنه سياراتهم مجهزة بسلاسل معدنية يكون معهم رفش صغير كذلك الأمر وإذا عندهم أي أدوية بيخدوها يتأكدوا أنه هالأدوية تكون معهم وإذا علقوا بسياراتهم أول شيء لازم يتصلوا على أرام قوى الأمن الداخلي 112 للأمن الداخلي 125 للدفاع المدني ينتبهوا لفتح نوافذ السيارات ويتركوها مشؤوة للحفاظ على التهوئة أيضا وأيضا وكذلك الأمر الخروج من السيارة ما يظهروا أبدا وينتظروا وصول المسعفين بس هون عليهم ينتبهوا أنه في حال بلش يعني على المستوى التلج ضروري ينزلوا من سياراتهم حتى ما يسكر التلج بواب السيارات ويعلقوا بدخلها بالنسبة للنازحين أو الأشخاص اللي عايشين بخيم عليهم تثبيت هيد الخيم لتفادي يعني أنه الرياح أنه تشتتها أو تأثر عليها وهون بدي أسألك جوع موضوع الرياح تقريبا تقريبا سرعتها قدى راح تكون بأوقات الزروي أوقات الزروي يزبيك حسب ما بيني بأقصى شمال لبنان 90-95 كم بالساعة أقصى خاصة على المناطق السحلية والمناطق المرتفعة جدا تصل حتى 100-110 بس هم نحكي عن الجرد العالي يعني إذا بتنزل شوي سوء بالوسط بتصل لـ 80-85 كم بالساعة وأضعف شوي بالمناطق الجنوبية نعم تفادي استخدام الحطب والفحم للتدفئة بس للأشخاص يلي مش قادريني أمنوا وسيلة تدفئة تانية من المهم الانتباه لأبعاد موقدة الحطب عن أي شيء معقول يولع وبالنسبة للفحم فيجب توليعه بالخارج وعدم ادخاله قبل ما يكتمل احتراؤه وبعد ادخاله يجب الحفاظ على تهوئة جيدة بالنسبة للرياح الإجراءات اللي يجب اتخاذها هي كالتالي كل الأغراض يلي حطينا حد البيت غير مثبتة يجب إما تثبيتها أو نقلة لداخل المنازل تفادي ركن السيارات بالقرب من الأشجار واللوحات الإعلانية وخليكم بعيد على الشواطئ لأنه مثل ما قلنا رح تتأثروا بالرياح وكذلك الأمر بالنسبة للبرد علينا اتخاذ إجراءات وقائية هناك إجراءات يجب اتخاذها لحماية المزرعات والمواشي والدواجن والحيوانات الأليفة بحسب وزارة الزراعة بالنسبة للمزارعين تحديدا بمناطق عكار والبقاع حيث هناك تشكل للجليد مساءا لازم يروي المزرعات ليلا لما تصير الحرارة صفر لحمايتها لازم يدفوا البيوت البلاستيكية عند انخفاض درجات الحرارة لصفر أما بالنسبة لمربيد دواجن مثل ما هو معروف الخطورة دايما على الدواجن لأنه ما بيتحملوا البارد خصوصا الصيصان لذا يجب أولا إغلاق المزارع لعزلهم عن أي مجرى للهوى البارد كذلك يجب تدفئة مزارع الدواجن أما بالنسبة للمواشي هني عندهم قدرة على تدفئة أنفسهم ولكن من الضروري كمان أنه يتم إغلاق مزارعهم وعزلهم عن الهوى البارد حتى يقدروا يدفوا حالهم بحالهم أما بالنسبة للحيوانات الأليفة اللي موجودة خارج المنازل اللي قادر يدخلهم على البيت بيكون حل مشكلة واللي مش قادر لازم يأمن لهم مكان ما بيوصلوا الشتة والهوى حتى يتخبوا فيه وإذا فيه إمكانية أنه نوضع فيه بطانيات قديمة مش عايزينها أو أي أقمشي بتساعدهم حتى يبقوا دافين